الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسحبه وسلم ما بعد أيها الإخوة الذكر من أنفع العبادات وأعظمها وقد جاء في فضله الكثير من الآيات والكثير من الأحاديث النبوية ولسنا الآن بسجد ذكر فل ذكر والأذكار المختلفة لكن نقف ثلاث وقفات مع ذكر الله سبحانه وتعالى الوقفة الأولى نذكر ثلاث آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُذْكُرُوا الله ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصْيِلًا يقول ابن كثير في تفسيره فإذا فعلتم ذلك سَلَّى عَلَيْكُمْ هُوَ وَمَلَائِكَتُهُ الآية الثانية قال الله تعالى فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ قال حسن البسري وأبو عالية وغيرهما من العلماء إن الله يذكره من ذكره ويزيده من شكره ويعذبه من كفر الآية الثالثة قال الله تعالى ألا بذكر الله تنمئن القلوب أي أن ذكر الله عز وجل عبادة تملأ قلب الإنسان بطمانية وتؤثر على الحياة الوقف الثاني أيها الإخوة كثيرٌ منا في هذه الأيام في أيديهم سبحات يذكرون الله تعالى سبحانه لكن السؤال هل هذه الأذكار غيرت أحوالنا أم لا الكثيرٌ منا الجواب لا لماذا تغيرت هذه الأذكار نذكرها في أيدينا بأحوالنا لأننا قفلنا أو نسينا عن فضل أنواع ذكر وهي ذكر الله بالقلب واللسان كما ذكر النغيم يقول ذكر الله هو قوت القلوب وغرة العيون وسرور النفوس وروح الحياة الوقف الثالثة أيها الإخوة نختار من ذكر الله سبحانه وتعالى أربع كلمات ورد في فلهن نصوص كثيرة تدل دلالة قوية على عظم شأن هؤلاء الكلمات ونكتفي منها بأربعة الأحاديث الحديث الأول هو المسلم في صحيحه من حديث سمرة بن جند بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله تعالى أربعة لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحديث الثاني روى ابن ماجه في سننه وسححه الألباني من حديث النعمان بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يتذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد ينعضفن حول العرش لهن دوي كدوي نحل تذكر بصاحبها أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكره به والحديث الثالث في حديث دويل قال عليه السلاة والسلام فمن ظن بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهاب الليل أن يكابده فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أخرج الإسماعيلي في المعجب وسحه الألباني الحديث الرابع قال ألباني رحمة الله عليه حديث أضناني البحث عنه حتى وجته فسجد لله شكرا عن آنس قال جاء عرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني خيرا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فعقذ العرابي على يديه ومضى وتفكر ثم رجع فتمسم الرنبي صلى الله عليه وسلم فقال تفكر البأس فقال له يا رسول الله هذا لله فما لي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عرابي إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت وإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت فعقد الأعرابي على سبع في يده وفي رواية أخرى قال عليه السلام أما هذا فقد ملأ يديه بالخير عباد الله فاستغفره وتوب إله إنه التواب الرحيم ترجمة نانسي قنقر